ما مصتش بقى اصلي كان فيه في لقطة من لقطات واحدة رجليها باينة اصلي كعب الضفر مش عارف مين ده بقى مش الموضوع يا ريت بقى ضفرها بس اللي باين اه بس اه او حتى صحيها يا عام ما تشوف هاش يا عام بس يا اساس جديد غد بصرك يا اساس جديد انت بتشوف كم مسلسلة شيخو محمود ولا مسلسلة الحمد لله ما سوفتش الا فقرة ببناء على اتصال لعدل امام بياتكلم بيقد فيها اعبارة كده طبعا معروف عدل امام بيعمل ايه يعني ما هي المسلسلة بيعمل ايه يعني ما قدامه عدل امام بالانسانية والانسانية انا بقى انا بص يا اساس انا انا ها اعلن حاجة يا شيخ محمود هتبسطك ومحدش هيعرف محدش هيعرف ايه هي بقى ساني واحد انا من سنتين تقريبا رحت لقابة الممثلين اللي في 26 يوليو باين بس كده وطلعت عشان اقابل النقيب خلاص فقابلت السكرتير اولوكيل اسمه مغاوري باين سامي مغاوري وقلتوله يا استاذ انا فلاني فلاني وعايز وليه ابحاث وعايز نعمل ابحاث انا بقى عملت ابحاث في الجماعات اسلامية واه واه الاخره وعايز اعمل ابحاث عن الجماعة بتوع الفن بس عايز ممثلين مش مشخصاتية لا انا عايز ممثلين من اللي هم ليهم فكر وروح تدرب له اظل مثال مش فاكر بنور الشريف الله ارحمه او محمود ياسيم او محمد حمدي احمد الله ارحمه برضه قبل ما يموت حاجة زي كده وروح تكاتب له ستلفوناتي وبتاعه مش عارف ايه وكلام منه هو بقى استقابلني طبعا بالاستقبال التمثيلي واخد بالسيحة وانت كتتتكلم جد الaisia تعمل ابحاث اه اة عايزني انا بعد انا باقول لك انت كمان كنت اتمثل اه انا بقوالن لك انده الناس او اه انت اوجه لي دعاوات نقعد معاك وتبحث لي ونتكلم معاك وتكلم معايا ايه المشكلة ببس انت واضح انك كنت رايح تمثل يعني عليه امال كنت بتقولو ايه، كنت عايز تعمل ابحاث عن ايه عايز اعمل حوارات مع الناس دي هذا ا מחادي اليمان بالذات ابحاس غير الحوارات تسميها ازا ما تسميها انت عايز تهديهم cما انا عايز اعمل الحوارار ليه عايز تهدي الافكارك العميقة انا عايز اعمل الحوار ليه لما انا بحاورك دلوقتي نتيجة الحوار ده وحتى الحوار مع نستاذ وهاكر خلاص بعد شهور ثلاثة او اكتر ولا اقل مش حيطرجم ده. هتروح تقعد مع الواستاذ عادل امام حتقول له ايه. لما نقعد بقى معاه. قل له ربنا يهديك يا ابن. لما نقعد معاه. انت في النار. يا عوز بالله يا راجل. اتقل الله. اه انت بتتكلم بكلام تهرف بما لا تحق. ده انا حدرتك انت في النار. على اعتبار انه مسيح. اه على طول كده. خليني بس مش هنالش عشان. لا هو قاله انت كافر لكن انت في النار اشعرف. وكافر ليه برضو هو ماله. شيخ محمود بس خليه بس مابعيش. بس يا استاذي برضو. هو ماله. خلينا نقرر نقرر. يا لو سمحت يا شيخ محمود اش عايز ابعد عن الموضوع بس. اتفضل. لو سمحت. اتفضل. السؤال عشان حاسأل بس لو سماجد سؤال بالشيء.